الفرحة دية العيد منغصة مش تامة كيف يفرح الانسان هو شطر من جسمه من ذاته مشتت ممزق مقطع الى اوصال وتحدثوا عن غزة مش كنهم هدوك الناس شطر مننا رجلك يدك عينك مثل مؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا نفهمنا فكيفاش انت تشعر بالفرح والشطر من ذات ديالك فيه الالام الامر لا يستقم اخوانك يقتلون ويطردون ويهجرون ويجوعون وتهدموا عليهم بيوته ونحن نعيش البدخة والفرحة والهناء نعم نفرحه بنعام الله هذا عمر الزامي ولكن في نفس الوقت هذه عبادة انت كنا انت كنا ان نقرن هذه العبادة بالعبادة اخرى وهو الاساع والحزن على ما يعانيه المسلمين بل على ما تعانيه البشرية من الويلات اللي خسنا تحركوا جميع باش نقضوا نفوس ديالنا ونقضوا الامة ديالنا ونقضوا الانسانية من الويلات الغارقة فيها اتكلمت على الاخوان ديال غزال اللي هما كيوجهوا وحدهم هذو الصهيونية المتغطرسة المسيطرة اذا ما بنناش الأمة باش تكون في مستوى ديال مواجهة هذه الأحداث باش نقفوا في صفا واحد كرجل واحد يقاوم الفساد ونقاوم ونقاوم الظلم قتل أمها كخاملة يفترسها الوهن الوهن فلن تقوم لنا قائمة اذا فمن حقوق إخواننا في غزة أن نجمع شتات المسلمين أن نوحد صفوه المسلمين أن نزرع الغيرة في قلوب المسلمين والأنفة والشجاعة والشهامة في قلوب الناس ليحفير الله سبحانه وتعالى للزواج للأمة من جديد ووعد الله تعالى آت لا محالة هذه بداية هذه مبشرة عزاؤنا فيما عليه إخواننا هو الله سبحانه هو النظر القادرية لما هو فيه ربي بغي اتخذ منه شهداء ربي يجعل من هذا المعاناة ديالهم تحياء الأمة نشر الدين الله سبحانه وتعالى على الزواج له دروس كثيرة جدا لا يمكن له أن لا يكون وقفة فوقة عندها فهم على سنة الأنبياء أشدكم بلاءاً الأنبياء وثم الأمثال في الأمثال يبتل المرء على قدر الدينه نحن نصر الله تعالى العافية لنا ولهم لجميع المسرقين إذا هزمنا أمام أنفسنا لا نستطيع أن نسمد أمام العدو الخارج سرعانا ما نغلي الأدوار خطنا في غزة الله ينصرهم هذا الصمود اللي رب يكرمهم به الثبات سواء المقاومة أو حاضنة المقاومة يعني شعب غزة كله الثبات اللي ثبتم الله سبحانه وتعالى عز وجل ناتج التربية اللي تربوها صناعات الشيخ مديسي رحمه الله رب رجال المقاومون معظمهم من حفظات كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل عاشوا مع القرآن وبالقرآن يثبتوا الله به أقواما يثبتوا الله بالقول الثابت من حياة الدنيا في الآخرة لا إله الله هو القول الثابت والقرآن هو القول الثابت يثبت الله سبحانه وتعالى انتصارهم فثباتهم هو ناتج للمعركة الأولى التي خاضوها معركة مع الذات معركة من النفس هي التي جعلتهم هم لا يشتسلمون رغم المجابهة الحرب عالمية ضدهم صلى الله تعالى أن يثبتهم ترجمة نانسي قنقر